ارتفاع جديد في أسعار البن والكاكاو شهدتها الأسواق العالمية زيادة أثرت سلبا على أسعار القهوة، الشوكولة والحلويات بالجزائر فقد عرفت هذه المواد زيادة فقط 25% التجار من جهتهم أكدوا أن الارتفاع بدأ بصفة تدريجية منذ بداية السنة ليتجاوز مؤخراً نسبة 80 دينار في بعض الأنواع المعروضة في السوق كما القهوة، الكاكاو، الشيكولة، هذا ما زال عرفوا الأسعار لهم ارتفاع جنوني خاصة القهوة، خاصة القهوة كانت 26 ألف، ذو كانت رهي 39 ألف وخمسمائة ليجي روشغولي تشوقي البريتا 39 ألف وخمسمائة غالية بزاف، زادت بزاف، زادت في الباكية قريب 6 ألف المواطنون بدورهم أعربوا عن تضمرهم من هذه الزيادات المتواصلة في سعر القهوة ومشتقاتها غالية بزاف، ذو كانت رخيصة أقا، أه لا لا، كانت الغالية أقا تدروا أحد الفندسان، ذو كان رخيصة أقا وريفيت غالية لي ريزون، ليس ريزون، لابور سعر، فنقال لك لابور سعر القهوة ديك تطلع وتحبط ما تطلع من تعويش تحبط ما عندنا في بلادنا نحن ويتزمنوا ارتفاع سعر القهوة، الشوكولة، البسكويت والحلويات في الجزائر مع موجة الأسعار الجنونية للبن في السوق العالمية التي شهدت طفرة غير مسبوقة أسهمت في ضرب استقرار السوق الذي انعكس بشكل مباشر على نشاطات أخرى